تفاوت كبير في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والضرورية في الجوف من محل لآخر بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الذي رافق عملية صعود العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى مفاقمة معاناة السكان وارتفاع شكاوي الكثير من المواطنين جراء لهيب الأسعار الذي يضرب الأسواق المحلية والتموينية صعود تسبب بعزوف كثير من الأسر عن التسواق وشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والاستهلاكية أسعار المواد الغذائية تختلف هذه الأيام من مكان إلى آخر فيما مضى كانت الأسعار أفضل أما الآن في الأسعار تزيد مثلا تروح هنا في الأسواق فتحصل بعض المواد تختلف أسعارها من المكان إلى آخر استمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية جددت دعوات المطالبة للجهات الرسمية والمختصة بإجراء رقابة حقيقية ونزول ميداني في الأسواق لمراقبة حركة البيع والشراء وأسعار السلع المقرة من قبل التجار الكبار الذين يسيطرون على الوضع التمويني في المحافظة بشكل عام ندعو أن الجهات المعنية تنزل السوق ويضبط التجار وتروح منطقة في سعر غير سعر في المناطق الأخرى لذلك لا بد من ضبط الأسعار في ارتفاع المواد الغذائية التي هي الأشياء الأساسية التي الناس يحتاجونها مثل الدقيق والرز وكل هذه الأشياء التي يحتاجها المواطن وتعاني البلاد بصورة عامة من الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والأساسية بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تواجه صعوبة بالغة في الحصول على الغذاء نتيجة الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي أسعار خيالية جنونية ارتفاع متزايد خاصة بالجوف يعني ليس هناك رقابة ولا دولة ولا محاسبة لعدمين الضمير من التجار ومع تفاقم الوضع المعيشي بشكل عام إلا أن الأمل لا زال يحد المواطن من الجهات الرسمية للقيام بدورها في تفعيل أنشطة الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومطابقتها بالمواصفات القياسية والعمل على خفض أسعارها بما يتوأم مع القدرة الشرائية للمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر